ينضم إلينا من بغداد محمد حيان رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية المعاقين أهلا بك معنا على شاشة الغد سيد حيان في البداية إلى أي مدى يحصلون على حقوقهم ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم احتحية كريمة لقناتكم قناة الغد لتاحة الفرصة للتحدث عن حقوق واحتياجات حقوق ذوي الاحاقة خصوصا في الانتخابات المقبلة إن شاء الله طبعا حقوق ذوي الاحاقة لدينا قانون 38 في سنة 2013 لشديد الأسف هذا القانون غير مطبق بالكامل قانون موجود بهيئة ترعى ذوي الاحاقة لكن هذه الهيئة غير مستقلة وغير مدافعة عن حقوق ذوي الاحاقة تكلمها بكل صراحة يعني اليوم أبسط شيء ذوي الاحاقة اليوم حقوقها ما ما أخذه حقوقها من علاج أو استحقاق أو حقوقها من الراتب التقاعد أو تعيين أو تعيين دمجة بالمجتمع بالوظيفة 5% من التعينات يجب أن تكون لذوي الاحاقة للأسف الشديد مع وجود تعينات في وزارة العمل وشؤون الاجتماعية لم نجد حصة مخصصة لذوي الاحاقة اللي هي 5% بالتعينات كل دوار الدولة ما توجد نسبة 5% تعينات ذوي الاحاقة وكذلك عندهم قوانين أخرى هل برأيك سيد حيان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة سيضمن لهم هذه الحقوق أو الحصول على جزء منها على الأقل؟ والله أخت العزيزة المشاركة بالانتخابات عارفين حاضرتش دول إعاقة لهم كونطورق خاصة لهم طريق خاص لهم آليات خاصة المكفوفين هناك بطاقات توزع لهم بالتعريف للانتخابات أكو علامات للأسف الشديد هذه نفقدها بالعراق بصورة عامة عدة انتخابات صارت وتكلمنا بهذا الموضوع توفير الطرق السالكة لذوي الاحاقة ما موجود هذا عندنا نهائيا ويجب علينا كذوي عاقة نشارك بالانتخابات لأن حقوقنا موجودة فقط بالقانون حبر على ورق محد الآن يطبقها يعني اليوم حقوقنا موجودة بالدستور العراقي موجودة بالقوانين قانون تعويض المتضررين من جرال عملات الحربية والأخطاء العسكرية رقم 20 سنة 2009 هذا القانون بنوع نوعا ما حقوق امتيازات ذوي الاحاقة لكن للأسف الشديد غير مطبق عندنا اتفاقية دولية بحقوق الأشخاص ذوي الاحاقة غير مطبقة بالعراق أتكلمها بكل صراحة غير مطبقة بالعراق ذوي الاحاقة بحاجة إلى ماسة إلى دمجهم بالمجتمع من أطراف صناعية متطورة سيد علي ولكن مدى التجاوب من قبل الناخب العراقي حول مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان كيف يبدو التجاوب وأيضا سريعا ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاركتهم في الحملات الانتخابية نعم تعرفين حضرتك العملية السياسية والانتخابات ذوي الاحاقة ما عندهم الإمكانية مثل الموجودة الآن للكتل السياسية والأحزاب اللي جاي تدعم يدعمون أشخاصهم ذوي الاحاقة شريحة مستقلة مع كل أسف مع وجود عدد كبير من ذوي الاحاقة لا يوجد ممثل عنهم داخل مجلس النواب من ذوي الاحاقة ولا توجد كوتل ذوي الاحاقة نحن اليوم شريحة كبيرة أدعو ذوي الاحاقة الأخ المرشح في كربلاء نسأل من الله التوفيق إليه وندعو أخوانا في كربلاء لمساعدة لوصول إلى البرلمان ليكون صوت ذوي الاحاقة في البرلمان يعني اليوم مع الأسف لا علم الجرح إلا من فيه الألم ونحن أصحاب الألم يعني الصورة حضرتك أحد المعاقين خابرنا السلم شقة بس ماية من ذوي الاحاقة المفروض على الهيئة الاستثمار بس ماية الطابق الأرضي ما الطابق الأرض الطابق العاشر اللي يدفع مليونين دينار يلا يحول للطابق الأرضي أي تكريم وحقوق لذوي الاحاقة اليوم عندنا بالعراق للأسف الشديد عندنا هيئة غير مستقلة وغير مدافعة عن حقوق ذوي الاحاقة شكرا سيد علي محمد دحيان رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية المعاقين كنت معنا من بغداد ضيفنا على شاشة الغد ترجمة نانسي قنقر